موسيقى متجاوز السياج ولا؟ صحيح صحيح متجاوز السياج ثماني ساعات متواصلة يوميا سيرا على الأقدام يقطع المتسلل فيها عشرات الكيلومترات بحثا عن الكماء أو الفقع خلف سياجات الحدود السعودية مع الدول المجاورة حرس الحدود وقف كحاجزا إضافيا ضد المتسللين من أجل حماية الحدود وأيضا إبعاد المتسللين عن المخاطر واستطاع القبض على تسعة آلاف شخص يبحثون عن الكماء في المناطق الحدودية خلال عشرين يوما والله عادت خبرنا أن الأشياءات عندنا قوية نحن بالنسبة للمجتمع السعودية الأشياءات قوية ويوم يجي هنا تفاجأ أنها ما في سماح ولا شيء هناك إشاعات ظهرت خلال الأسبوع الماضي تقول أن حرص الحدود يسمح أوقات مختلفة لدخول المواطنين لهذه المناطق للبحث عن الكماء وهنا نؤكد أنها ليس طبعا صحيح ونشرنا تصريح عبر وسائل الإعلام حفرة صغيرة يحفرها المتسلل أسفل السياج الحدودي للدخول وبدء عملية البحث يجمع فيها ما لا يقل عن سبعة كيلو جرامات من الكماء تباع بمبلغ لا يقل عن ألفي ريال الحد الأدنى لعقوبة المتسلل الباحث عن الفقع فقط ألف ريال مع سجنه وحضور كفيل يكفله الباحثون عن الفقع أو المفقعون وما يعرفون يأتون من كل مكان غير مبالين بالمخاطر معتقدين بأن استعطافهم ورجاءهم لرجال حرس الحدود سينقذهم من تطبيق النظام هاني صفيان العربية مدينة عرار بالحدود الشمالية